السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في هذه السلسلة خلال الصيف خلال الصيف عليك عزيزي التلميد عزيزة التلميد أن تستريح وأن تترفى وأن تتقف أن تكون لك تقاف فالسؤال الثالث قبل أن أضع السؤال الثالث سأقوم بالحل أو جواب السؤال السابق أما السؤال السابق فكان عبارة عن إذا كانت لديك تسع قطع من الدهب إحدى هذه القطع مزورة ولك ميزان وعليك أن تستعمل الميزان في ثلاثة مرات فقط بمعنى يجب أن لا تتجاوز ثلاثة استعمالات للميزان فالسؤال السؤال كان هكذا الجواب هو يجب عليك أن توزع أو تقسم هذه التسع قطع إلى ثلاث مجموعات بمعنى كل مجموعة أضع فيها ثلاث قطع ثلاثة 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 إذن سأحصل على ثلاثة قطع في كل مجموعة إذن الوزنة الأولى سأضع ثلاثة قطع في الكفة الأولى وثلاثة قطع في الكفة التانية بمعنى ستبقى إلى دي ثلاثة قطع خارج خارج كفة الميزان هنا إذا كان تساوي الكفتين بمعنى أن هذه ست قطع أو المجموعة لا توجد بهم القطع المزورة إذا كان هناك كفة أتقل من كفة فسأعلم أن بداخل الكفة الخفيفة قطعة مغشوشة إذا كان تساوي فبمعنى سأضع الست قطع وأخذ الثلاث قطع المتبقية الوزنة التانية سأضع قطعة واحدة في كل كفة وستبقى لدي قطعة واحدة إذا كان هناك تساوي بين القطعتين فبمعنى القطعة المتبقية هي القطعة المزورة أما إذا رأيت كفة أتقل من كفة فسألاحظ أن القطعة الخفيفة هي القطعة المزورة وأكون قد استعملت الميزان فقط مرتين وهذا هو جواب السؤال السابق أو سؤال الأمس سؤال اليوم عزيزي المشاهد ما هو العدد المفقود فيما يلي هناك سلسلة من الأعداد ستة وأربعون خمسة وخمسون العدد المفقود ثلاثة وسبعون اثنان وتمانون وإلى اللقاء إلى السؤال الموالي نتمنى تفاعلكم ووضع إجابتكم في التعليقات ولا تنسوا النشر هذه الأسئلة لتعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر